نيوتون، التفاحة التي غيرت التاريخ عندما كان الطفل إسحاق نيوتون يلهو في حديقة منزله سقطت تفاحة فوق رأسه ودفعه ذلك إلى التساؤل عما إذا كانت هناك قوة تجذبها دائما إلى أسفل وما إذا كانت هي القوة نفسها التي تبقي على القمر في مسار بيضاوي حول الأرض ظلت هذه الملاحظة كامنة في عقل نيوتون الذي أصبح فيما بعد عالما للرياضيات في جامعة كامبريج طيلة عشرين عاما حتى زاره عالم الفلك بهاني ليسأله عن الحسابات الرياضية الكامنة وراء تحرك الأرض والكواكب حول الشمس في مدارات ثابتة وقفزت الاستنتاجات التي فجرها سقوط التفاحة فوق رأس نيوتون مرة أخرى وكان ذلك سببا في تطوير نظرية الجاذبية الأرضية وقوانين الحركة والفعل ورد الفعل التي غيرت كثيرا من طريقة تفكير العالم واختسبت اكتشافات نيوتون أهمية هائلة لأنها تزامنت مع انتقال مركز الثقل الاقتصادي من دول البحر المتوسط إلى دول المحيط الأطلسي وبصفة خاصة بريطانيا وإسبانيا والبرتغال التي كانت تتصارع فيما بينها على السيادة البحرية اشتركوا في القناة